إذا متابعنا الكرامة رصاص الحي يدوي مجددا في مخيمة الضلو العار في تندوف واشتباكات متواصلة في هذه الأثناء ما بين مرتزقة البوليزاريو وساكنات محتجزين مخيمات تندوف هذه الأحداث متابعنا الكرامة الخطيرة والتي تتفاقم بشكل خطير سبق وتحدثنا عنها بشكل مكتف في الآونة الأخيرة ولعل أبرز ما تحدثنا عنه في هذا الصدد هو مسألة الهجوم على ما يسمى بمقر الدركة التابعة لمرتزقة البوليزاريو في مخيمات تندوف حيث قام المهاجمون بتدمير عدد من الآليات التابعة للمرتزقة وتدمير أو إحراق ما يسمى بمقر الدرك وكانت بطبيعة الحال هناك صور وفيديوهات توطق لهذه المسألة الآن متابعنا الكرام هذا الأعمال أو هذا الهجوم على مقرات وعلى نقاط مرتزقة البوليزاريو تتواصل وتتفاقم وتتزايد بشكل خطير قبل أيام كان هناك هجوم أيضا من طرف محتجزين مخيمات تندوف على ما يسمى أو على أحد المواقع التي يقوم من خلالها مرتزقة البوليزاريو بتخزين الوقود الذي يأتيهم من نظام حضيرات الجزائر يقومون بتخزين الوقود هنا يستعملونها في آلياتهم ويستعملونها أيضا في التهريف في المتاجرة بهذا الوقود في موريطانيا أو في أحد دول الجوار فالهجوم استهدف هذه النقطة وقام المهاجمون بإحراق هذا المخزون ديال الوقود وقاموا أيضا بسارقة أحد الشاحنات شاحنات نقل الوقود الشاحنات التي تحمل الصهريج وقاموا باختطافها وحصلت مواجهات ما بين المهاجمين وما بين مرتزقة البوليزاريو اليوم أيضا متابعين الكرام يصل المستوى ديالإشباكات إلى الرصاص الحي حيث يسمع دوي إطلاق الرصاص الحي داخل مخيمات الدول العرف في تندوف في سياق هذه المواجهات المتواصلة والأعمال الانتقامية ما بين الطرفين لأنه في كل مرة يكون هناك هجوم على نقطة المرتزقة البوليزاريو مرتزقة البوليزاريو يحاولون ينتقموا وفاش يحاولون ينتقموا الطرف الآخر أيضا ينتقموا وبالتالي الشرارة تشعر شوية بشوية وهي تتواصل وتتزايد وتتفاقم بشكل خطير وكما أقول دائما فإن مخيمة تندوف هي قنبلة موقوطة سوف تنفجر في ندام حضرات الجزائر عاجلا أم آجلا إذن منتبعين الكرام المواجهات عفوا ما زالت مستمر راحات هذه اللحظة سوف أوافيكم إن كانت هناك معلومات أخرى في هذا الصدد إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته